أرحب ديفي على سكايب الدكتور عصام عبدالشافي أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية دكتور عصام أهلا بك معنا في إيه الحكاية عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلا ورحمة الله وبركاته شكرا جزيلا أهلا بك يا دكتور دكتور عصام الحقيقة النهاردة عندنا زيارة هي الأولى من نوعها للعاصمة الإريترية أسمر في وقت حساس جدا في المنطقة وفي وقت بتزيد في التوترات بين مصر وإثيوبيا والتوترات أصلا زادت أكتر وأكتر يعني أكتر من التوترات اللي موجودة بيننا وبينهم بسبب سد النهضة كمان التوترات دي زادت بعد توقيع مصر اتفاقية الدفاع المشترك بيننا وبين الصومال محتاجة أعرف من حضرتك دلالات هذه الزيارة الاتفاقيات اللي هتتوقعها مصر مع إريتريا وأثر هذه الاتفاقيات على التوترات اللي موجودة في المنطقة بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واتحالة حضرتك واتحالة كل المشاهدين وقبل الإجابة عن طبيعة الاتفاقيات التي يمكن أن توقع من المهمة أن نقف على أهمية المنطقة لأن منطقة القرن الإفريقية هي من المناطق العمق الاستراتيجية أو أحد أهم دوائر الأمن القومي للدولة المصرية وترتبط هذه المنطقة بعلاقات تاريخية سواء من النحية السياسية أو من النحية الأمنية أو من النحية الاقتصادية أو من النحية العسكرية بالدولة المصرية لا يرتبط الأمر فقط بالعمق الاستراتيجي للدولة ولكن أيضا بيت تعدد قضاء الأمن القوم عندما نتحدث على أن أحد أهم ملفات الأمن القومي للدولة المصرية هو الأمن المائي والأمن المائي يمتد جنوبا فيما يسمى بالمنطقة بدول حوض النيل ومن بين دول القرن الإفريق وهناك ثلاث دول على الأقل هي أغاندا وإثيوبيا وكينيا هي من دول القرن وهي في نفس الوقت من دول حوض النيل فهذه قضية مركزية نين عندما يرتبط أمن واستقرار الأوضاع في قناة السويس أحد أهم الممرات الملاحية في العالم بمضيق باب المندب فمضيق باب المندب أيضا هو أحد أهم البوابات التي تربط جنوب البحر الأحمر وتشرف عليه دول القرن الإفريقي مثل إريتريا وجيبوتي والصومان وبالتالي ملف الأمن المائي ملف أمن قومي العمق الاستراتيجي للدولة جغرافيا امتدادها الحضاري عبر دول القرن الإفريقية كان أيضا عبر بوابة دول حوض النيل ودول القرن الإفريقي تأمين الملاحة في قناة السويس كل هذه الملفات في ضيق الأهمية بالنسبة للدولة المصرية عندما نتحدث هنا عن الزيارة توقيع اتفاقي التعاون الأمني في 14 أغسطس 2024 بين مصر والصومان ثم أيضا الحديث عن توقيع عدد من الاتفاقيات الأمنية والعسكرية بين مصر وكل من جنوب السودان ومصر وأغندا وكذلك توقيع اتفاقيات اقتصادية ودور مصر في تطوير وبناء عدد من السدود على بعض الأنهار في كينيا ثم تنصيق أمني وعسكري ويوجيستي بين مصر وأريتريا المنطق يقول أن هذه الأمور وهذه الإجراءات وهذه السياسات طبيعية لأنها في النهاية تتعامل مع منطقة تعتبر في ضيق الأهمية والخطورة للأمن القومي للدولة المصرية ولكن أحيانا لا تقاصل أمور بحجم الاتفاقيات ولكن تقاصل أمور بحجم ما يتم تنفيسه فعليا من هذه الاتفاقيات وأيضا تقاصل أمور بحجم ما يترتب على هذه الاتفاقيات من إدارة القضايا الاستراتيجية التي ترتبط بين مصر والدولة المنطقة هل يمكن لهذه الاتفاقيات أن تعزز من قدور مصر أمنيا وعسكريا في دول المنطقة؟ هل هذا الحضور سيكون توريطا ودخولا في مستنقع لا تخرج منه مصر بإمكانياتها وقدراتها وبالتالي تستنزف هذه الإمكانيات وتلك القدرات؟ هل هذا الحضور يمكن أن يكون له تأثيرا إيجابيا على ملاك في المياه الذي يشكل شريان الحياة بالنسبة للدولة المصرية؟ كل هذه القضايا من وجهة نظر هي الأهم من الحديث عن الاتفاقيات التي يمكن أن توقع وخاصة أن المنطقة القرن الإفريك في هذه المرحلة تهديدا ليست في ظنع المزيد من التوترات هذه تعاني من التوترات مستمرة منذ انهيار الدولة في الصومال سنة 1991 ومنذ بداية الحرب الأهلية في جنوب السودان سنة 1971 حتى انفصال الجنوب في عام 2011 ثم مع الصراع المتمرض العسكري الذي قادتهم ميليشيات التعم السريع في أبريل 2023 والحروب الأهلية في إثيوبيا بين التجري وبين حكومة أبي أحمد وكذلك التوتر بين جنوب السودان والسودان وبين السودان وإيرتريا والسودان وإثيوبيا في أكتر من المرحلة فالمنطقة ليست في حاجة إلى مزيد من التوترات وإن لم يكن بخول مصر على خط تحقيق الأمن أو فرض الأمن أو المساعدة في بناء الأمن والاستقرار فأعتقد أن الدخول الآن في هذه المرحلة يمكن أن يكون نوع من أنواع الاستنزاف الممنهج لقدرات الدولة المصرية وإمكانتها إلا إذا كان هذا الدخول مرتبطا بأداء أدوار وظيفية من جانب المؤسسة العسكرية المصرية لصالح أجندات إقليمية ودولية لا ما فهمتش إزاي يعني آه يعني إحنا خلينا أشكاليات كبيرة جدا يا دعا الإشكالية الأولى على سبيل المثال إذا كنا نتحدث عن إثيوبيا إثيوبيا دولة حليف استراتيجي الآن في آخر عشر سنوات لنظام الإماراطي صحيح والنظام في مصر حليف استراتيجي في آخر عشر سنوات منذ انقلاب 2013 للنظام الإماراطي فكيف يمكن أن يحدث صدام بين دولتين هما في الأخير حليفين استراتيجيين لطرف هو الممول الأول لنظام السياسية فيهم هذه إشكالية تحتاج إلى تفكير اثنين كيف يمكن الآن تفسير الصراع أو التلاسل الإعلامي والصدام المباشر بين النظام في مصر الذي تقف خلفه الإماراط وقوات الدعم السريع الذي تقف خلفها الإماراط هذه أيضا إشكالية تحتاج إلى تفكير عندما نتحدث عن الصومال مصر دخلت التوقع في اتفاق للتعاون الأمن والعسكري من الصومال في 14 أغسطس وبالتالي هذا التحرك في ظاهره دعم للأمن والاستقرار في الصومال كيف يمكن أيضا أن نفهم دخول النظام في مصر على خط الأمن والاستقرار في الصومال في الوقت الذي تسعى فيه الإمارات من ناحية أخرى إلى تفتيك الصومال من خلال دعمها لإقليم أرض الصومال وتوقيع اتفاقية أمنية وعسكرية وتطوير بحري لميناء بربرة سنة 2019 فهذا التشابك الكبير في الأدوار الإقليمية والدولية من وجهة نظري يجب أن يفكك ابتداء حتى نعرف من مع من ومن يلعب لصالح من ومن يتحرك ضد من حتى نعرف جوهر وحقيقة وأبعاد التحرك المصري في إريتريا في الصومال في السودان الآن والحديث عن دعم عسكري للجيش السوداني في مواجهة ميليشيا الدعم السري هذه الخرائط تحتاج أن تفهم بشكل دقيب حتى نستطيع أن نقول هل هذا التدخل لصالح النظام وقوته ووقائه أم أن هذا التدخل في هذه المرحلة وهذه الاتفاقيات يصد في صالح الأمن القومي للدولة المصرية بس إحنا مرارا وتكرارا يا دكتور كنا دايما بنتحدث عن غياب الدور المصري في القارة الأفريقية وخروجها من معادلة القارن الأفريقي وأن مصر لازم يكون لها تواجد الآن لما أصبح لها تواجد بتوقع اتفاقيات مع الصومال بتوقع اتفاقيات مع إريتريا اللي بدورهم كلهم دول بتحيط بأثيوبيا إزاي بنتشكك في ده برضو في النهاية ممتاز يعني لنا الحق أننا ندعم الخطوة دي وأكد أنها خطوة جيدة على الأقل على الأقل أبسط شيء أنها قد تكون في يوم من الأيام يعني ورق الضغط على أثيوبيا ليه إجبرها على أنها تعود للمفاوضات مرة أخرى إحنا مهددين مثلاً على الألف ملافة سد النهضة الصنق جيد ممتاز طيب لو تتذكري في أحد اللقاءات السابقة قلت لحضرتك أن أحد أدوات متعارف عليها في إدارة العلاقات الدولية أو إدارة الصراعات الدولية ما يسمى بسياسة شد الأطراف أن تلجأ الدولة إلى عقد تحالفات وبناء شركات مع دول الجوار التي تشكل أطرافاً مهمة في الدولة المستهدفة فإذا كنا نتحدث الآن على أن إثيوبيا دولة مستهدفة فالمنطق الاستراتيجي يقول أنه طالما أن هذه الدولة تشكله الآن تهديداً استراتيجياً للأمن القومي للدولة المصرية فالمنطق يقول أن استراتيجية النظام في مصر تقوم على شد أطراف هذه الدولة وأطراف هذه الدولة تتمثل في دول الجوار الأساسية بالنسبة لها سواء إريتريا في شرقها على البحر الأحمر أو السودان في شمالها أو جنوب السودان في غربها أو كينيا والصومال في جنوبها وشرقها هذا منطقي وطبيعي جداً ولكن الآن هل سياسة تشد الأطراف في هذه المرحلة ترتبط بمشروع سد النهضة؟ أنا من وجهة نظر هذا غير رقيب لأن سد النهضة بدأت بناء فيه في عام 2011 وكان رأس النظام في عام 2011 هو رئيس جهاز المخابرات في مصر في عهد مبارك ثم عندما أيضاً بدأت إثيوبيا تفكر في استكمال الإجراءات والحصول على شرعية وقعت اتفاق للتعاون الأمني والعسكري وهذا الشخص هو أيضاً كان رئيس للجمهورية بعد مطلاب 2013 وبالتالي وتركت لها الساحة لمدة 10 سنوات أو 9 سنوات من عام 2015 حتى عام 2024 حتى تستكمل كامل خطوات الملء الخمس ثم تعل يخبر رئيس الوزراء منذ شهر في شهر سبتمبر الماضي ويعلن عن اكتمال 95% وسيصل يبتمل الانشاء بنسبة 100% في ديسمبر القادم وبالتالي إذا كنا نتحدث على أن ما يحدث الآن هو شد لأطراف إثيوبيا حتى نجبرها على التفاوط على ماذا؟ هل تفاوط حتى تتنازل أو تتراجع في مشروع السد؟ السد تم اكتماله كمشروع هل يبقى على التفاوط أن نشخل كشركاء أو مساهمين في إدارة السد؟ لا أعتقد أن ذلك وارد بالمطلق لأنها تتعامل مع ملف السد باعتباره ملف السيادة وملف أمن قومي ولا تسمح لأي أطراف أخرى وبالتالي فكرة الحديث الآن على أن هذه المبادرات أو هذه الإجراءات تصب في ملف السد أنا لا أعتقد ذلك بمنتهى وجهة نظر الشخصية ولكن التدخل الآن له تفسيرين التفسير الإيجابي أن النظام قد يكون وعى الدرس العشر سنوات الماضية وأصبح يدرك حجم الأخطار التي تهدد الأمن القوم في دوائره المختلفة ولذلك بدأ يتحرق تحرقا فاعلا في بعض الدوائر الشديدة الأهمية مثل الدائرة السودانية من خلال تعمل للجيش أو في الدائرة حوض النيل من خلال علاقته مع كينيا ومع أغاندا أو من خلال دائرة الكرن الأفريقي من خلال الاتفاقيات الثلاثية مع الصمار ومع إريتريا هذا التفسير الإيجابي وفي هذه الحالة يشكل هذا الوجود وهذا الحضور المؤثر والفعل عبر شبكة من الاتفاقيات ورقة من أوراق تعزيز الحضور وتعزيز الضور وبالتالي خلط أوراق وأوراق ضغط في مواجهة للطرف الإسرائي هذا التفسير الإيجابي ولكن التفسير السلبي أن هذا التدخل في هذه المرحلة قد يكون بمسابق أداء لدور وظيفي يرتبط بدرجة أساسية بالموجه والممول أو المخطط والممول المخطط هنا هو الولايات المتحدة الأمريكية التي لا تريد تفاقم الأوضاع في هذه المنطقة في هذه المرحلة لذلك جاءت التنسيقات الأمنية والعسكرية بينها وبين النظام في مصر والمخطط والممول الآخر هو النظام الإماراتي الذي لا يريد لهذه المنطقة أمنا ولا استقرار ولذلك أحد التفسيرات الشخصية التي أنا مقتنع بها وأتمنى أن أكون خاطئا هو أن هناك فجوة كبيرة بين سعي النظام لأمنه وبقائه وسعيه لأمن الدولة واستقرارها لذلك الكثير من الملفات التي تتم إدارتها في الأمن القوم المصري تتم بمنطق الصفقات وليس بمنطق إدارة تحديات الأمن القوم المصري لأنه عندما ننظر إلى خريطة الدولة المصرية الآن لا توجد دائرة من دوائر دول الجوار في مصر إلا وهي تشكل صراعا ممتد إذا كنا نتحدث عن الأوضاع في الجبهة الشرقية مع العدو الصهيوني في الجبهة الجنوبية مع السودان وما يعانيه منذ انقلاب 2019 وفي الجبهة الغربية مع ليبيا وما تعانيه منذ ثورة فبراير 2011 وفي الجبهة الشمالية في ظل التوترات في حوض البحر المتوسط وصراع الطاقة في منطقة الشرق المتوسط فهذه التوائر تشكل أولويات وللأسف الشديد تعامل معها النظام أيضا بمنطق الصفقات لأن العدو الاستراتيجي الأول للدولة المصرية هو العدو الإسرائيل أو الكيان الصهيوني في هذه المرحلة ماذا فعل النظام في مواجهة هذا الكيان الذي يتمدد ويعربط في سبع دول أو في ست دول في نفس التوقيت ويوزع الخرائط التي تشمل أجزاء من مصر لصالح مشروعه الأقليمي أو الصهيوني الكبير هذا جانب للجانب الآخر إذا فكتنا خرائط التحالفات فكتنا خرائط التحالفات النظام يعاني من أزمة اقتصادية خانقة وتضغطهم في الأسعار وتضغطهم في الديون وتضغطهم أيضا في سعر العملة المحلية فكانت النفاء وبتوضطر في السنوات الخمس الأخيرة أن يتجي إلى بيع أصول هذه الدولة والتجارة بأراضيها والتجارة بمقدراتها الأساسية ولذلك بدأ ما يظهر الآن ما يحاولنا ترويجه الآن عن مفهوم ما يسمى باقتصاد الحرب طيب مع علاقة مفهوم اقتصاد الحرب وترويجه في هذه المرحلة وتوقيع اتفاقية مع إيرتريا هل عدونا هو إسيوبيا حتى نحشب لها إمكانياتنا وقدراتنا ونقول أننا في مواجهة عسكرية مع إسيوبيا الآن بعد توقيع اتفاقيات مع إيرتريا وتوقيع اتفاقيات تعاون مع الصومال ثم نبدأ في خلق فزاعة العدو الخارجي كما تفعل معظم النظم الفاشلة داخليا في خلق فزاعة خارجية حتى تحشد خلفها وتبني حاضنة شعبية كل هذه التفسيرات يجب أن تؤخذ في الاعتبار لأن من وجهة نظري وما زلت على قناعاتي التي لم تتغير أمام سابق توجارب وسابق مواقف وسابق خبرات هذا النظام لا يتحرك دفاعا عن الأمن القومي للدولة المصرية هذه الخطوات قد تكون محمودة وفي غاية الأهمية وفي غاية القوة وفي غاية التميز إذا كانت بدافع إدراك النظام لأخطاء استراتيجية ارتكبت خلال عشر سنوات ويحاول إصلاحه ولكن من وجهة نظري هذا يحتاج إلى وقت حتى يتم اختبار نوايا النظام ومدى جديته ومدى مصدقيته ومن يقف خلفه في إدارة هذه الملفات شكرا